مجريات الأحداث والعمليات العسكرية تركية الجارية في شمال شرق سوريا زرعت مخاوف من هرب ألف الإرهابيين من داعش لهذا دعت دول أوروبية العراق للسماح بنقلهم إلى أراضيه مقابل مغريات المالية وهذا ما رفضته الحكومة العراقية بكل مفاصلها الزميل أحمد صلاح الدين والتقرير التالي بعد الهجوم الذي شنته القوات التركية على سوريا وأسفر عنه الكثير من النتائج السلبية على المنطقة وفي ظل هذه المعطيات تسعى أوروبا لنقل معتقلي داعش إلى العراق الذي شهد أكثر المعارك دموية ضد هذا التنظيم ومحاكمة عناصره في العراق هذا الأمر أثار حفيظة الحكومة التي أكدت عدم موافقتها على نقل عناصر التنظيم الإرهابي إلى أراضيها من جديد تحت أي ظرف كان لأن في ذلك خطرا واضحا وحتميا على أمن وسيادة البلاد شروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح نفا موافقة الأخير على نقل 13 ألف داعش إلى العراق موجودين لدى قوات قصد في سوريا وأنه لن يقبل أن تكون أرض العراق مكبا لحثالات ما تبقى من داعش تحت أي ذريعة كانت من جانب آخر أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن أبا عبدالخالق العزاوي بأن دولا غربية دفعت مغرياتا مالية كبيرة للحكومة العراقية لاستقبال متطرف داعش من سوريا مشددا على أن لجنة الأمن والدفاع النيابية رأيها ثابت في رفض استقبال أي متطرف ولو كان الثمن مليون دولار لكل منهم مشددا على أن الرفض يأتي من مبدأ أن متطرف داعش قنابل بشرية ووجودهم بأعداد كبيرة يشكل مصدر قلق أمني مستمر وعلينا السعي لإبعادهم عن حدود العراق بأي شكل من الأشكال لتفادي سيناريو مؤلم تعرضت له المدن بعد أحداث حزيران 2014 العمليات المشتركة والمتمثلة بقوات الجيش والحجد الشعبي والشرطة الاتحادية بدورها أنشأت أربعة خطوط لصد أي خرق داعشي محتمل من الجانب السوري مشيرة إلى أن العراق يسعى لمنع تسلل أكثر من ثلاثة آلاف داعشي معتقل عند قوات سوريا الديمقراطية وأن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل من أي خروقات أمنية أحداث سوريا وما يجري بها من سيناريو جديد يبقى تحت نظر الجهات المختصة العراقية بما يحافظ على ما تحقق من انتصار كبير على الإرهاب